اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية استمرار جهود التنميع الاقتصادي التي تسهم في مواصلة تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني معتمدة على ما يتميز به الاقتصاد من مرونة وما تحظى به المملكة من كفاءات وطنية أثبتت قدرتها على التغلب على مختلف التحديات العالمية مشير سموه إلى أن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كان لها دور هام في تعزيز مساعي التعافي ومواصلة النمو الإيجابي لمختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد وقال سموه إن المملكة ستواصل تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة بروح الفريق الواحد التي يتسم بها أعضاء فريق البحرين في كافة مواقعهم وبمختلف أدوارهم وستمضي في تمفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نموه والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيزا لمكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية إقليبيا وعالميا ونوه سموه بأن المواطنة سيظل دوما محور التنمية الذي نسعى لتحقيقها عبر رفض أهدافها بخلق الفرص النوعية أمامه مشيدا بجهود مجلس التنمية الاقتصادية التي نجحت في استقطاب استثمارات مباشرة خلال عام 2020 والتي ستسهم في خلق الوظائف أمام المواطنين مؤكدا على أهمية مضاعفة مجلس التنمية الاقتصادية جهوده من أجل تحقيق الأهداف المنشودة باستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي ينعكس أثارها على الوطن والمواطن جاء ذلك لدى ترأس سمو حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الذي عقد عن بعد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة حيث أشار سموه إلى أن ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات مدروسة ومتوازنة عبر تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالارتكاز على واعي المجتمع وتعاون وتكاتف الجميع أسهمت في مواصلة الحياة بصورة طبيعية من خلال استمرار السماح بالتنقل للضرورات المعيشية وممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وإبقاء الحدود مفتوحة أمام المسافرين ما كان له الأثر الواضح في تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على مختلف الأصعدة واستعرض سعدة السيد خالد إحميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز الآثار المحتملة لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على أبرز الاقتصادات العالمية مسلطاً الضوء على المستجدات المرتبطة بالاقتصاد البحريني إلى جانب المكانة الاستثمارية التي تحظى بها المملكة وقال إحميدان إن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في تخطي أهدافه والتي وضعها للسنة 2020 حيث تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة تبلغ حوالي 333 مليون دينار بحريني أي 885 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة مشيراً إلى ما حققته الاستثمارات المتراكمة في المملكة من نمو مستمر في السنوات العشر الماضية حيث يشهد هذا المخزون نمواً بحوالي مليار دولار أمريكي سنوياً واستعرض المجلس عدداً من أبرز الاستثمارات التي تم استقطابها والتي شملت استثمارات من مؤسسات محلية وخليجية وأوروبية وأسيوية ساهمت في قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والمالي والصناعي واللوجستي وقطاع التجزئة والتعليم والخدمات الصحية والعقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية الأون كتاد وصندوق النقد الدولي فأن حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 78% في العام 2019 بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42% ترجمة نانسي قنقر